بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الذي يجري الأيام والليالي سبحان الله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ومن الشكر ننطلق في تربية رمضان لنا على الشكر الآن نحن نجوع ونعطش في النهار هذا يذكرون بنعمة الله علينا في الطعام والشراب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مشاهدة النعمة هذه ليس فقط مشاهدة البصرية مشاهدة القلب مشاهدة القلب لنعم الله عبادة عظيمة جدا تزيد الإيمان يعني الواحد يقول كيف نعبده ما إيش العبادات من العبادات يا إخواني مشاهدة القلب للنعم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عينان وذنان وفم وأنف وأصابع وأعصاب وأقدام وجسم يعني نتنفس نأكل نشرب نسكن نأمن وأسبغ عليكم نعمة وظائرة وباطنة زوجة وأولاد وأحفاد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أنت يا أخي لما تتعلم كل يوم لما نتعلم كل يوم نتعلم أشياء جديدة هذه نعمة حتى لما يسر لك ربك طريقا تتعلم فيه دينك من شاشة من كتاب من شخص هذه نعمة في ناس عايشين في جهل جهل عظيم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نعم الله متظاهرة يقررنا بها يعني ألم نجعل يعني بلى قد جعل لكن المقصود بالاستفهام ألم نجعل لتقرير الآدم حتى يشكر هل بدت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما هل بدت ليلة شاكرا لله أن جعل لك رسانا تنطق به وإذ تأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد الشكر ظهور أثر النعم على العبد في قلبه إيمانا واعتقادا يعني أنك تشعر لله تشعر بالمنة لله عليك هذه عبادة هذا لب الشكر بعض الناس يقول يعني كيف نشكر نشكر يعني بس نقول الحمد لله يا أخي أنت القلب القلب إذا شعر القلب إذا اعتقد القلب إذا رأى القلب إذا آمن القلب تذكر إن الله مسد النعم واهد النعم وانطلق اللسان بالحمد والثناء والجوارح بالعبادة لهذا المنعم كل يوم ينعم علينا كل يوم من الص يعني من من يوم أن من يوم أن خلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ونحن ما يعني في النعمة حتى نشعر النعمة ننظر إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدني نعمة ربنا علينا ونتذكر بهذا الصيام نعمة الطعام شكر النعمة ما نلقي النعم شوف الآن ناس تلقى النعم يا جماعة هؤلاء الآن يقفون طوابير لملء جوالين الماء طب وإنت اللي يجيك الماء إلى بيتك اللي يأتيك الماء إلى بيتك تلقائيا يعني شوف الطعام يرمى هذا الآن يكفي كم شخص هذا هذا الرز هذا كم يكفي كم شخص الآن في مجاعات في أفريقيا وفي غيرها كم شخص هذا يكفي لماذا تلقى النعم هكذا ما في محتاجين طب ومسألة يقول حسن تدبير بس حسن تدبير يعني في تصريف هذه الأطعمة يعني أحيانا الطعام يحفظ في ثلاجة ما يؤكل ثاني يوم إيش المانع يرسل للمحتاجين يصلح يوضع عليه شيء إضافي فيطلع طبق كأنه طبق جديد نتصرف حتى ماتر من نعمة لو أعطيناها لبهيمة أكلها لطير يلتهمه وشكر النعم منها نعمة يعني بلوغ رمضان اغتنام طاعة الله فيما راح النصف خرار راح النصف هل تعرف هل نعرف كيف راح النصف يعني الواحد ما تخيل كيف طار طار نصف رمضان طار فباقي أن الباقي من ضيعوا قيلوا قالوا مسلسلات لا نأخذ يعني نعيش مع رمضان نعيش مع ما بقي من رمضان نعيش مع ما بقي من رمضان ونتذكر نعمة الله علينا بالأمن والإيمان في ناس فاقدين الأمن يعيشون في خوف وفي ناس فاقدين الإيمان يعيشون في كفر نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين حياكم الله أيها الأخوة والأخوات من الأمور المهمة تسوية الصفوف خصوصا وأننا الآن في صلوات فرائض وتراويح وقيام ليل يعني متوالية صفوف المصلين شيء عظيم عندما يصفون في الصلاة يتشبهون بالملائكة كما قال الله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وقال تعالى والصاف فات صفة وقال عليه الصلاة والسلام جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة رواه مسلم طيب ماذا نفعل فيها؟ أولا تسويتها اعتدال القائمين فيها على سمت واحد بحيث لا يتقدم أحد ولا يتأخر قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم ورأى رجلا باديا صدره مرة قال عباد الله لتسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فيقع بينكم العداوة والبغضاء بسبب اختلاف الصفوف والظاهر له أثر على الباطن والناس إذا ما سووا صفوفهم آثمون والمعتبر في تسوية الصف محاذاة المنكب بالمنكب والأكعب العظم الناتج على جانبي القدم كعبان عظمان ناتئان على جانبي قدم تحت كعبان وليس بأطراف الأصابع أنت ما تسوي الأقدام بأطراف الأصابع هذا قدم طويلة هذا قدم قصيرة لكن نسويها كيف؟ بالمناكب والأكعب هذه الطريقة الصحية في تسوية الصفوف الطريقة الصحية في تسوية الصفوف المناكب المنكب بالمنكب والأكعب الكعب موازي للكعب كعبك موازي لكعب من بجانبيك أما الأصابع أن تكون سوى لا لأنه فيه ناس أقدامهم طويلة وناس أقدامهم قصيرة وناس أصابعهم طويلة وناس أصابعهم قصيرة هذا ما ينضبط الصف بأن يحط الرؤوس الأصابع على خط واحد لا المناكب على خط واحد الأكعب على خط واحد وإذا كان واحد سيجلس على كرسي فإذا كان سيصلي كامل الصلاة جالسا يرجع الكرسي لوراه عفوا يجعل مقعدته بمحاذات أقدام المصلين ويقدم الكرسي إلى الأمام إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا قدم الكرسي إلى الأمام وتصير مقعدته ومنكباه بمحاذات بمحاذات مناكب المصلين إذا كان يريد أن يقف وقت القيام وربما الركوع والسجود ما يعني ينزل تحت سويها يسجد على الكرسي لعله لا يستطيع ثني الركبتين في الأرض فإيش يسويه يرجع الكرسي إلى وراء بحيث إذا قام يصير قدماه بمحاذات أقدام المصلين كما وصفنا المناكب والأكعب لأن هذا سيقف في الصلاة بعدين وقت الجلوس السجود يجلس فإذا الكرسي يكون راجع بحيث إذا قام قدماه بمحاذات أقدام المصلين إذا كان سيصلي طيلة الصلاة جالسا فالكرسي يرجع إلى الأمام والمقعدة بمحاذات مقعدة بمحاذات أقدام المصلين سألت عن هذا شيخنا محمد بن صالح بن عفهمين رحمه الله في كيفية صلاة الجالس على الكرسي فأجابني بهذا التفصيل إن كان سيجلس طيلة الصلاة المقعدة بمحاذات الأقدام فيكون الكرسي متقدبا إذا كان سيقف وقت القيام الكرسي يرجع إلى وراء وقت القيام يقوم يصير بمحاذات مو يصير متقدما عنهم الذي لا يعرف هذه المسألة تجده إذا قام صار أمام المصلين وهذا خطأ أنت ما سويت الصف الآن أنت تقدمت عنهم طيب لا حرج من وضع خط في المساجد للمساعدة في تسوية الصف وهذا لا يدخل في البدع وتسوية الصفوف من وظيفة الإمام هو عليه ينتبه ما في خلل وكذلك بالإضافة للتسوية التراص في الصف أقيموا صفوفكم وتراصوا يعني تراصقوا يعني لا يكون بينكم بينكم فرج لا يكون فرجات وقال عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف الغنم الصغار السود هو يرى عليه الصلاة والسلام كيف الشياطين تخترق وتتخلى للصفوف إذا كان بين المصلين فرجات وفي رواية أقيموا الصفوفة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم مو يعني جرك تأبى لا لينوا بأيدي إخوانكم تواضع جرك انجر معه استجب دعاك إلى خير سد الفرجة قال عليه الصلاة والسلام ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله رواء أبو داود طبعا نبه أن بعض النساء في المساجد تفكر أنه يعني النساء مو مثل الرجال بل هي مطالبة برص صفوف ومشكلة بعض لازم تجيب هنا وبين هذه متر من هنا متر من هنا وما ترضى أحد يقترب منها ولا يقرب عليها ولا يسد الفرج يقول نحن حريم إيش حريم هو الآن إذا قمتم في الصلاة النساء شقائق الرجال لازم تسوي الصفوف نساء ورجالا كذلك يكره أن الجماعة يصفه بين السواري الأعمدة يعني يجعل الأعمدة أو حاملات المصاحف تتخلى للصحوف مكروه لحديث معاوية أبن قرى عن أبيه كنا ننهى أن نصف بين السواري على عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجه وحديث صحيح متى يجوز نحط الأعمدة تتخلى للصحوف إذا كان زحمة جدا ونحتاج كل صف في المسجد قول لنا ستصير في الشارع كذلك لو كان الصف بين الساريتين فقط فلا حرج لأنه ما رح يخترق الأعمدة تخترق الصفوف من أحكام من أحكام الصفوف أن نكمل الصف الأول فالأول ما نبدأ بالصف المقدم إلا إذا كان في نقص إلا إذا كان ما في مكان يعني ما نترك الصف المقدم للصف الذي يليه خلفه إذا كان في الأول يوجد فرجات بعض الكسلانين يجي على المسجد في فرجة موجود في آخر الصف يبدأ صفا جديدا ليش أبا الحق الركعة مشوار 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 يعني إيش مشوار يعني بغالة تكسي يعني يا أخي خطوات خطوات تكمل بها الصف يعني تجيك دعوة رحمة تجيك رحمة تجيك النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه وصل صف يعني الدعاء راصوا صفوفكم وقاربوا بينها قال عليه الصلاة والسلام يعني أيضا المسافة تكون بقدر السجود يعني ما تصير مسافة متباعدة بين الصفين كثيرا لا حد القرب أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة كذلك من أحكام الصفوف أن الصف يبدأ من الوسط من خلف الإيمان بعد يروح يمين وشمال من الأحكام أن الصف الأول أفضل والله وملائكة يصلون على الصف الأول وخير صفوف الرجال أولها وصف الأول في الكعبة هو الأول دائرة وراء الإمام الصف الأول في الكعبة في الحرم أول دائرة وراء الإمام يمين الصف شرعا أفضل من يسار الصف لحديث أحببنا أن نكون عن يمينه إذا فيقبل علينا بوجهه إذا سلم يعني من أحكام الصف أنه لا أحد يصلي وحده خلف الصف لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا ركع خلف الصف وحده واستمر حتى ركع الإمام عند بعض العلماء لا تصيح صلاة لازم يجي واحد يقوم معه شوف هذا مثلا بعض الناس كيف يعني يوسع ما بين الرجلين توسيعة تؤدي إلى اختلال التسوية من الأعلى وبعض الناس يترك بينه بين قدم الذي بجانبه أيضا فراغا فبعضهم يحطوا الفراغ بين الكتفين وبعضهم يحطوا الفراغ بين القدمين وكما نرى على الطرفين الصف الصحيح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه